وعود الخبر الأبرز في هذه النشرة حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردني بقصر الاتحادية حيث أقيمت لملك الأردن مراسم الاستقبال الرسمي وأشاد الرئيس بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعبة معربا عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين من جانبه أعرب ملك الأردن عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستوىين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح سيسي عقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة تطورات القضية الفلسطينية حيث تم التوافق على تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام لتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية